هل الدين صناعة بشرية؟ ضمن هذا الفيديو الذي نشرته قبل أيام كتب تعليقنا أحد الأصدقاء وهو الصديق العزيز عزة سعودي من القاهرة قال في تعليقه أن وجود ثلاثة أليان هو الدليل الأقوى على أنها صناعة بشرية ووضع بين قوسين أنها صناعة بشرية معطوبة وقال لماذا؟ كيف لإله يصفونه بأنه هو كمال الكمال ولا محل لأي خطأ يرتكبه؟ فكيف يصيغ ثلاثة أديان مختلفة؟ كان من نتائجها كراهية كل صاحب مؤتقد لدين الآخر وكانت النتيجة أن انتشرت الحروب وشعى الاختتال وسالت الدماء أنهارا والكل يدعي أنه الحبيب والصديق المقرب إلى الله فهل هذه الأديان بكل ما تحملهم التشوهات وتناقضات مصدرها إله عاقل إله فرق البشر وسلب منهم الأمن والطمأنينة والسلام طبعا هذا السؤال مهم جدا وهو هذا الشيء الذي يأشر إلى القضية الأساسية التي أتحدث عنها وهي أن الموضوع بيأكمله خارج هذا الأفق بيأكمله وأن هذا البرادايم الذي يتحدث عنه فكرة وجود إله فكرة وجود دين صناعة بشرية أو غير بشرية هذا البرادايم بأكمله يجب أن نخرج منه هنا سر اللعبة الكبيرة التي انطلت على الناس جميعا منذ ألفين عام وكانوا يظنون بأن هناك أشياء لها علاقة بالآلهة لها علاقة بالغيب لها علاقة بالقوة السحرية القوة الغامضة وهذه القوة الغامضة موجودة لماذا؟ لأننا لا نعرف كل شيء الإنسان قواه محدودة بشكل طبيعي لكن لا نوضف هذه اللامعرفة أو هذا الجهل موجود هذا الإنسان بأتبارها هو جزء من هذا الوجود أو يعني متحد مع هذا الوجود وهو نتاج هذا الوجود وظاهر من ظواهر الوجود نفسه فبالتالي هذه المسألة لا يمكن أن نستغلها ونستثمرها لإدارة شؤون البشر وللاحتجاج بأننا قادرون على معرفة كل شيء أو أننا على صلة بالجهة التي تعرفوا كل شيء والتي هي كاملة مكملة هذا البرادايم أو هذا القالب أو هذا المودل هذا هو المفروض أن ننتبه له ونشعر بخطورته لأننا عندما نتورط في داخله وكل شيء يحاولنا بالمناسبة كل شيء يحرض على أن نتورط به ونقر في نقاشات لا نهائية وبدليل تترافع مضت نحن نناقش نفس المسائل ونفس القضايا وهي كلها قضايا لا علاقة لها بصلب الموضوع وهو الإنسان نفسه كيف ندير شؤون الإنسان كما تقول الأديان نعمر الأرض وهذا نعمر الأرض هو الأديان بأكملها الموجودة لا علاقة لها بالأرض أصلا هي تعتبر الأرض مكان نافل أو عابر ولماذا تعتبره عابر؟ هذا السؤال الآخر ما لدى نقشه هو لأنه لا تستطيع أن تفعل شيئا لهذه الأرض إنما هم الفكرة الأساسية أن هذه الأرض خاضعة لقوة غريبة وعجيبة وإلهية وخاضعة المشيئة الإلهية وخلاص نحن لا نستطيع أن نفعل شيئا سوى أن نعبد ونتعبد ونسمع ونطيع عوامر قادة القطيع الديني أو البشري وهم بالضرورة أنبياء ولديهم نصوص مقدسة وهذه النصوص المقدسة هي موجودة ليس لأن هناك آلهة أرسلت هذه النصوص بل لأن هذه الآلة موجودة لكي تشعر الجميع بأن ما اتفق عليه القوم هو مقدس ومشرعا ولا يجوز الخروج عليه فبالضرورة أي سلطة لا بد أن تتحجز بوجود شرعية ما لها فكيف الإنسان القديم والإنسان القديم العربي المعاصر ما زال الإنسان العربي والذهن العربي وما يسميه العقل العربي الجابري وغيره أو العقل الإسلامي كما يسميه محمد أركون هذا التسمية هي كلها عبارة عن هذا كأن قديم ما زال يعيش ضمن البرادايم القديم أو القالب الذهني القديم والذي لا نريد أن نخرج منه أو لا لأنه مدام أنت عايش ضمن هذا القالب لا تستطيع التخير والتصور ولا تستطيع أن تفهم الأمور بالطريقة مختلفة أشفى بشخص يرتدي نظارات وتعود على النظر من خلالها ولا يستطيع أن يستغني عنها مثل سمكة في الماء وهذه السمكة تعيش ضمن حياتها في أكمله بهذا النهر وهذا النهر إلى حدود الخاصة لكن لا تراها هذه السمكة أو آلاف أو ملايين أو مكون ما موجود ضمن مناخ معين أو بيئة معينة وبيئة ذهنية وبيئة مادية بيئة ذهنية طبعا هي لأنه ذهن البشرية وذهن مترابط ومادة قرباء التفاصيل لكن عموما أن هذا البرادايم الدهني لا يجعلنا نفكر بطريقة مختلفة ودائما نعود إلى النقطة نفسها وهي الصراع هل هو بشري هل هو ولا بشري هل هناك إله هل هذا الإله هو كامل مكمل هل ولا هذا الكامل فيه أخطاء فيه تناقضات وتحول الموضوع إلى موضوع سياسي آيديولوجي يتعلق بمدى من له لديه الشرعية وأيضا المسألة ليست بين ملحدين ومؤمنين لا المسألة بين المؤمنين أنفسهم يعني كل مؤمن يقول لك أنا المؤمن الصحيح وأنت المؤمن الخطأ هو الآن نريد أن نتحدث عن موضوع أنه هل أن الدين الصحيح هو صحيح وهذا السؤال الأساس يعني هل من الصحيح أن نقوله هناك دين الصحيح مثلا أو إله صحيح أو نص صحيح أو مقدس صحيح وهكذا ففكرة الدين الصحيح هي فكرة بحد ذاته فكرة غير صحيحة أو فكرة قديمة إلها علاقة بالإنسان الذي يمتلك معرفة بسيطة بالحياة والواقع وليست لديه معلومات علمية كما لدينا الآن وليست لديه الإمكانات الكبيرة للتيتروفر لدى الإنسان حاليا فبالتالي هذا الموضوع الآن يجب أن نتجاوزه ونخرج عليه ليس في هذا المؤمر إساءة للدين أو لمؤتقد إنما نحن بالحقيقة عندما نعود إلى تلك الأسئلة أو تلك الجدالات العقيمة نحن نسيء إلى حاضرنا والمستقبلنا ونسيء لأنفسنا وحتى يعني ما أردأ أبالغ بالكلام لكن مهم نسيء حتى التراثنا لأن التراث بيكمله عبارة عن شيء يتطور أو يتحرك باتجاه الروح الكليا كما يقول هيكل فأنا ما أردأ أصير هيكلي بهذا المنحة لكن نقول بأن كل شيء يتطور نحو الكمال ونحو لحظة ما في المستقبل هي الإنسان فيها يتطور ويصل إلى درجة تطور الكبرى اللازمة له لكن نحن بهذا الطريق نحن ألفين عام نناقش قضية لا نهاية لها ومهم جوابي على هذا السؤال قلت له أن صديقي هذه الفكرة هي فكرة أنها قضية إلهية هي للتسويق الشعبي فقط وهي مجرد أفكار لقادة طموحين يرون أنهم قادرون على توجيه مسار البشرية بطريقتهم واعتمدوا بالتالي على التراث الخاص بمجتمعهم ومحيطهم يعني رصيد المعرفي والسطوري والحضاري الذي كانوا يعيشون فيه أما سألت مناقشة مصداقيتهم ليست هي جوهر الموضوع أنها فقط لخلق معضلة وهمية لا يمكن الخروج منها بنتيجة فبالتالي تحويل الأمور إلى موضوع أديولوجي موضوع صراعي بين الجهتين هو الموضوع الذي استهلك طاقاتنا ودمر شخصياتنا وأيضا دمر محاضرنا ومستقبلنا ودمر حتى أرضنا وواقعنا بالكامل وسيدمر أجال في المستقبل القضية التي نحتاجها نحن الآن ليس أن نناقش هل هو كان محمد نبيا حقا أم لديه أن الوحي وحي حقيقي وهل أنه نبي موجود فعلا هل أن القرآن هو كتاب نزل في مكة أو في البتراء أو في أي شيء هذه كلها أشياء أنا ما أريد يعني ليسنا في معرض نناقشة المناقشة ممكن مناقشة في حكاية رجال الدين وقضايا تفصيلية ممكن مناقشة لا بس لكن لا أن تكون هي مصدر المعرفة ولا أن تكون هي الأساس التي تقوم عليها حياتنا وتتحرك من خلال حياتنا لأنها كلها بمسائل بالغوية بلاغية والتراثية فات وقتها وفات زمنها وانتهى أوانها ولا وما عاد استثمارها إلا محاولة لإفساد الناس إفساد عقولهم أو تدمير طاقاتهم أو محاولة للسيطرة عليهم وتحريف أو تحريف كل شيء في ذلك تشويه تشويه الإنسان المعاصر بكل الطرق وهذا ما جاري فعلا هذا الذي يجري فعلا هو عملية تشويه منظمة جرت منذ نحو نصف قرن بشكل مقصود بإدارة ورعاية قوة كبيرة لديها قدرات مالية وسلطوية عالية جدا مسألة مناقشة مصداقية هذا الإله أو ذلك النبي أو هذا الشيخ أو هذا الدين أو ذلك المذهب هذه كلها مسائل خارج عن اهتمام أو انشغالات الإنسان المعاصر انشغال الإنسان المعاصر معروف ما يحتاج المناقشة كل هذه الأشياء التي نشاهدها وهذه الجدالات العقيمة وهذه التساؤلات وهذه التحيزات والاحترابات هذه كلها لصرف الأنظار عن حقيقة الموضوع صرف الأنظار على الإنسان الذي فينا الإنسان الذي يريد أن يعيش بطريقة صحيحة مع أناس صحيحين ولديهم مشروع متكامل أنا الآن لا أريد أن أختلف معك حول من هو الله أو أين هو الله والله موجود أو غير موجود هو النبي نبي أو غير نبي أنا أريد أن أتحالف معك وتعاون معك وندخل في صراع من أجل التطور من أجل أن ترتقي أنت وأنا أرتقي ليس من أجل أن أتحارب معك وقول لك أنت على خطوان على صح لا العالم بأكمل الذي يشفيه يجب أن يكون هو هو المكان الذي نتحداه ونحاول أن نصبر أغواره بالتعاون بيني وبينك وبين الجميع مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت ديني هذا ليس كلام نظري وليس كلام مثالي إنما كلام إلى علاقة ممكن يتنفذ ويمكن وممكن أن نتفق جميعا على على الشروع بالتنفيذة والتوغل والتخطيط لتنفيذة ومطالبة كل من يتحدث عن هذه القضايا ولا تعال تقف ما يتحدث عن النبي عن إله هذا ليس موضوعي النبي والإله والإيمان وكل هذه الأمور ليست هي القضية الرئيسية القضية الرئيسية هي الحياة وليس الموت وليس ما بعد الموت وليس أن هذا الكتاب صحي أو صحي وليس كيف أصلي أو لا أصلي هذا الشأن لا أتحدث عن علمانية ولا أتحدث الحياة ولا أتحدث إيمان أتحدث عن الإنسان هذا الإنسان هو الذي أهم من أي شيء آخر من يتحدث من يطيل لسانه من يرتدي أو ملابس خاصة ملابس مسؤولين ملابس أئمة عليها أن يعرف أن هذه الحقيقة من يطلع لي بالتعليقات ويقول هذا الله و هذا الرسول و ذاك الأكثر وأنت ملحد وأنت ألماني وأنت السياسة وأمريكا ويدخلني بقصص لا نهاية لها القصة الحقيقية هو الإنسان وأدعو كل واحد أن يتحدث بهاي الطريقة أن يطلع من هذا الجو و يتحدث معي مباشرة تعال عزيزة عدنا مشكلة مشكلة نحن مجموعة البشر خرجنا من أتون أو فرن ديني غيبي بسبب أننا لم نرى الواقع بعيون الواقع يعني لا نرى الواقع بشكل مباشر إنما نرىه بعيون النص بعيون المقدس بعيون الآلهة بعيون الإنبياء نرىه بعيون الأحاديث بعيون المسيح ولا نرىه بعيوننا نفسها نرى العالم بعيون نفسها بعقلنا نفسه نفرغ أنفسنا ندمر كل ما تعلمناه و نضعه جانبا لأنه كل زبالة كل زبالة مع عذرا لهذه كلمة كل زبالة حتى الشيء العظيم المقدس فيه محسوب ضمنها يعني هو مقدس على عينه ورأيسه واحترمه لكنه محشور ضمن مثل يعني يعني جرى الذهب وسط جبل من الزبالة فما جدوه هذا انت مجرد ان توصل له انت راح تتوسخ وتتقدر يعني راح تتكابد امرك ولن تصل الى هذا الذهب الذي يدعونا هو يقول ان هناك الدين الصحي وهذا السلف الصالح والاصولية وما الى ذاك يكل اكاذيب لغش الناس واخداعهم ويعني هجر طاقاتهم فهذا الكلام اللي ارتحبه واشكر الصديق عزة سعود لانه حربني على هذا الجواب طبعا هو اسئلة حقيقية يعني لا اسئلة جادة وحقيقية ويجب ان يجاب عليها لكن علينا ان لا نشغل بهذا هذه ليست الاسئلة الاساسية هذه الفكرة الفيديو الاصل اللي تحدثت عنها لان الدين صناعة بشري واحد من الناس حتى الشيء الشيء بيذكر الصديق بن جورج يقول الدين هو افسد الفقه الخيالي البشري من الواضح ان هذه التخيلات كانت نتيجة طبيعية لخوف الانسان من الموت ضرورة ضرورة فبركة معنى غيبي يعطيه راحة وسبب الوجود هذا ايضا نفس يعني انا اتفق مع الصديق على هذا الكلام لكن ليست هذه القضية ليست هذه القضية يتحدث لك عن الدين هو سبب خوف الانسان من الموت يعني تفسير علمي وتفسير يعني مؤاصر لكن ليست هذه القضية سواء كانت نتيجة طبيعية لخوف الانسان من الموت أو غير مو هذا الموضوع الموضوع هو الدين الموجود دين يعني استنفذ اغراضه كان في وقته مناسب استمر لحال اللحظة وهناك الناس لديهم مصالح هذا الدين الموروث وانتهي الموضوع يعني الشيء انتهى فالاستمراره في هاي اللحظة ليس فيه اسالة حد واجب ان نتحدث بجرأة ووضوح من لا يتحدث بهذه الجرأة هو انسان يعني مختطف مختطف ذهنيا ومستلب انسانيا وفاقد لشخصيته او فاقد شخصيته سواء بإرادته او رغما عنه والدليل الديني للناس كلها تعرف ان الديني الموجود والموروث فيه اشكالات بدليل ثورة التشرين في العراق كل الناس طلعت ضد طبقة رجال دين كل الناس اغلب الناس طلعوا في ايران ضد سلطة رجال الدين كل الناس طلعوا ضد سلطة محمد برسي في القاهرة في مصر ملايين عشرين مليون ثلاثين مليون طلعوا ضد الحكم الديني صحيح الان اكون حكم ديني بطريقة او باخرى لكن هاي مشاعر الناس لانه بس هو تبقى الناس هاي فيه لماذا فيه شسمه في اه في تونس رغم اعتراضات على السلطات اللي اجت او كذا او كونالك كلام ومعرفاش وهذا لا يمثل الدين الصعي كل هذا والناس معناتها الناس تقرف الحقيقة لكن تخاف وتعرف الحقيقة ولا تخاف ليس من الرجال الدين فقط ومن السلطات الدينية وبطشها وقدراتها القدراتها الخارقة على الإيذاء والإزعاج ومارسة العنف وحتى الاختيارات السرية لكن لانه المؤذلة كبيرة جدا تتوقعها بكل تفاصيل الحياة يعني الدين موجود حتى بالكلمة اللي تقولها وألاختك بأخوك بأبوك بجيرانك بعمك بطريقتك بالزواج بكل شيء داخل الدين في كل تفاصيل حياتك فهو الناس يعني هذا الغول الهائل الثقافة الموروثة اللي لدينا متغلغة لكل تفاصيل حياتنا فالناس يعني حجم المطلوب هائل ولا يمكن أي إنسان يفكر به يجده صعب جدا فما الأغلبية تختار أن تختار طريق السلامة الآن اللي أردقونا بس اختمه بوهدم التعليقات على هذا الفيديو تحديدا طبعا هذا صديق مازن جاقوب قال شكرا لك أستاذ أسلوك في شرح المواضع الدينية وربطها بالواقع بطريقة احترافية وتحليل ممتاز وسهل الفهم ألف شكر صديقي أعتز بهذه الشهادة طبعا شكرا للصديق اللي هو اتحدث عن موضوع مهم جدا طب أكتني أكيد دائما لازم أحايد صديق رائع فريدة حمادو دائما اضيف أشياء مهمة جدا واعتز بكل شيء تقوله أيضا زينة كامل أيضا تستحق الأشكرا جدا لأنه دائما أنا أعتمد على أفكارهم ودائما تحرضني على التفكير والتعمق في الماضي أبعد في هذا الموضوع طبعا ناس صديق أو الزائر ما أعرف يعني ثروة المصري قال أنت ظهر أنك مش شايف حاجة خالص وبيجأ يعني يتكلم يمكن يشوفون والصديق علاء محسن كان يرد علي قال ليني يستوعبه طرحك أستاذنا العزيز العقوله مسطحة ومغلقة ودغمائية ومنحازة وملغية نهائيا طبعا يعني نفس البرادايم اللي أتحدث عنه يعني ممكن تكون غير مسطحة لكن أيضا يظن البرادايم ممكن تكون من عقد العقول لكنها تستثمر في طريقة محسومة سلفا فبالتالي هي ليست بعقول العقل إذا لم يكن مبدع والعقل موجود حتى يبدع حتى ينتج أفكار جديدة ويخرج على السائد وعلى الموروث وعلى على الذي لأن كل ما حصدت حصدت في البشرية وكل ما أنتجته العقول هو فيه أخطاء كثيرة فأنت بالضرورة عندما تستخدم تكرر ما أنتجته العقول السابقة فأنت لم تفعل شيئا أنت بالتالي تضع عقولا قديمة في رأسك وتتنازل عن عقلك الخاص وهو عقل يونيك لازم أن يجب أن تستثمره هذا اللي حبيته غلمات سعد قال أدخلتنا في تفاصيل ليست مهمة كثيرا المهم الإجابة على هذا السؤال الدين صناعة بشرية بحثة يقول وفكرة الله والدين نبعتها من وحي خيال الإنسان وأعتقد أنك تعرف هذا ولكنك تخاف أن تقولها بصراحة فالمهم يعني هذا الشخص يبدو متحمس وما زال أعتقد أنه هناك معيارية فكر بطريقة معيارية إما أو هذا بشرية أو غير بشرية فهي هاي اللعبة هي لعبة الدين ولعبة رجال السلطة والسياسة دائما يدخلون الناس في لعبة كبيرة ولن تنتهي أبدا فالذكي والشاطر أو الذي لديه رغبة بأن يعرف الحقيقة أكثر أو لا يدخل في التحذبات والصراعات واللي هي موجودة بغريزة الإنسان الإنسان يحب الصراع ويقول لك هذا غلط ويقول لك صح فأنت دائما تلقائيا تتجه أنه لابد واحد صح في دهن الإنسان دائما هناك طريق صح هو بالحقيقة لا يوجد طريق صح هاي الفكرة المزروعة في رأس الإنسان لا يوجد شيء اسمه صح كلمة صح نعود إلى دين الصح أنا أضحك لأنه هي فكرة اسطورية ما هو الصحيح لا تعرف ما هو الصحيح حتى اثنين زاعد اثنين ممكن يصير غلط في واقع هندسة آخر غير قليدي فالثنين زاعد اثنين ما يصير اثنين أربعة فالمسألة أنا مش خايف ولا ما خايف الموضوع التفكير هو مسألة الفكر وأنا صديق المعيل 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 كاظم الشريف يقول يا أخي السائل سألك ويقصص بسؤاله هل أنت تؤمن بالدين أم لا يقول بأن أنت تشاكل وتماطل ولم تجب على سؤالها يقولها بصراحة كنت لا تؤمن بالدين حتى يحضر مما تطرحه من أفكار هدامة أو العكس هو عبارة أفكار هدامة فهدامة لماذا لأي شيء بالنسبة له بالنسبة له هدامة لهذا هذا الصراع بين داخل داخل هذا البرادايم الديني الذي تحدثت عنه فبالنسبة له هذا البرادايم هو الأساس وبالنسبة له أن هناك إله وهنالك مقدس وهنالك شيء لكن لا وجود لإنسان هو الإنسان وظيفته المحافظة على هذه المقدسات فقط أما كيف ما هل نحن بحاجة للعلم للبحث العلمي هل هناك حاجة لحريات إنسانية هل نحن بحاجة لتطوير طاقات الإنسان ومنحه حقوقه كاملة لا هذا ليست الموضوع الأساسي من يناقش في هذه القضية يعتبره إنسان يشاكل ويماطل ولا يجيب على الأسئلة التي هو أعتقدها أسئلة بهمة لم تجيب على السؤال هل أنت يقلك هل أنه دين بشري أو غير بشري لأنه بنسبة له يجب أن يكون هناك سؤال هي أن القضية التي يجب أن نفطن لأنه هذا البرادايم هو هي جزء من اللقبة إنه لابد أن تجيب على السؤال إنه هذا صح وهذا غلط هذا حق وهذا باطل هذا أبيض هذا أسود هذا شيطان وهذا رحمن وهكذا فهو أي واحد يحاول يطلع لك تشاكل وانت ماطل لأن هذا العقل عقل الشرق عموما فاكرا يعني عقلي وأنا هم عقل الشرق بالمناسبة يعني ما أتنص الموضوع لكن أنا حاول أن نخرج من هذه البرادايم وهذا القالب أو الشبكة الذهنية التي وقعنا فيها ويمنع لأي شخص أن يخرج منها فهذا الشخص وأدى تعليق ثاني رح أسوي له حلقة خاصة على الموضوع لأنه سألني سؤال الأخ مائل كاظم الشريفي الشريفي فهو اعتبر يعني يكتب تعليقات نموذجية جدا وأنا أرحب بها كثيرا لأنها يعني هو نموذج لهذا التفكير البرادايمي فأتمنى ما طولت عليكم وأشكركم مع ألف سلامة